طيب نروح لمشوار منتخب انجلترا في اليورو انجلترا الحقيقة في دور المجموعات لم تقدم المردود أو المستوى اللي كان متعقع عليها يمكن قبل البداية أو قبل انطلاقة البطولة الكل بيراهن على انجلترا كان منافس قوي في البطولة لكن نتائجها في دور المجموعات لحقيقة أحباطت مشجعيها كسبت سربيا بنتيجة 1-0 اتعدلت مع الدنمارك بنتيجة 1-1 ثم اتعدلت مع السوفينيا 0-0 نتائج باهتة جدا وخصوصا مع توضع مستوى أسماء المنتخبات اللي بتنفذها بعد كده في مباراة السوفاكيا والسوفاكيا الحقيقة قدمت جيم كبير جدا وعرهاقة انجلترا مباراة دي طبعا الشهيرة جدا هدف جود بيلنجهام اللي رجع انجلترا من على سلم الطيارة في الديال أخيرة من الوقت بدل الضاية كالسوفاكيا تقدمت بنتيجة 1-0 تعدلت جود بيلنجهام ولعب وقت إضافي استطاعت في انجلترا أنها تحسم اللقاء ثم قدرت أنها تكسب سويسرا أو تتجاوز عقبة سويسرا بالنتيجة 5-3 برقلات الترجيح اتعدت واحد واحد في الوقت الأصلي ثم في رقلات الترجيح تأهلت طبعا على حساب سويسرا بعد ما حسمت المواجهة بالنتيجة 5-3 والمواجهة القوية الوحيدة اللي خدتها انجلترا في البطولة تقدر تقول هي مواجهة منتخب الهولندي تابع المشوار سربيا، ديرمارك، سلوفينيا، سلوفاكيا، سويسرا ما قابلتش طول المشوار منتخب من العرض تقيل ما قابلتش لألمانيا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا أي حد من المنتخبات اللي ممكن تراهن عليها كمرشح بطولة منتخب التقيل الوحيد اللي قابلته كان منتخب هولندا واللي تقدم برضو في النتيجة على حساب انجلترا بنتيجة 1-0 ولكن قدر المنتخب الإنجليزي أنه يعود في النتيجة ويتعادل واحد واحد إلى أن تمكن بالمر من أسيست أكتر من رائع تغييرين الوحيدين اللي عملهم بساوز جيت في البطولة وكانوا مؤسرين بالمر وواتكنز والاثنين قدروا أنهم يحسموا اللقاء بهدف قاتل أقصى هولندا من التأهل المباراة النهائية وتأهلة انجلترا هل تظهر انجلترا بواجه جديد النهاردة في مواجهة إسبانيا؟ أعتقد أن المتادور من وجهة نظرية ومن عدلهم الإنصاف كمان لأن الحقيقة إسبانيا قابلت منتخبات كبيرة جدا مشوار إسبانيا يختلف جملة وتفصيلا عن منتخب انجلترا قابل كل التقال كل المرشحين كل المنتخبات العارة التقيل قابلها منتخب إسبانيا في مشواره في البطولة وبالتالي الحقيقة كان يستحق الحقيقة أنه يصل بجدارة للمباراة النهائية ويواجه انجلترا مشوار إسبانيا في البطولة في دور المجموعات إسبانيا واجهت إيطاليا وكانت النتيجة لصالح إسبانيا بنتيجة 1-0 نروح بعد كده أو كرواتيا الأول طبعا أول مطشط إسبانيا كانت كرواتيا وانتهت طبعا بسكور كبير جدا لصالح إسبانيا بنتيجة 3-0 و3 مباراة أو موجة إيطاليا وكانت النتيجة أيضا لصالح إسبانيا 1-0 ثم ألبانيا وتجاوزت إسبانيا المباراة دي بنتيجة 1-0 جورجيا في دور 16 نتيجة كانت 4-1 لصالح رغم التقدم جورجيا في المباراة دي لكن بهدف أونجول طبعا لونرمان سجله في نفسه يعني أونجول بالمناسبة منتخب إسبانيا بيضم اتنين لعيبة من أصول فرنسية لونرمان مدافع ولابورت برضو المدافع ولابورت كان مسل منتخب فرنسا قبل كده لكن في النهاية إسبانيا تجاوزت جورجيا بنتيجة 4-1 ثم موجهة مع صاحب الأرض والجمهور موجهة من العارة التقيل مع المنتخب الألماني المدجج بالنجوم واللي بيلعب البطولة على أرضه واللي كل الترشيحات قالت أن البطولة على أرض ألمانيا صعبة جدا تخرج من المنتخب الألماني لكن إسبانيا قدرت تتجاوز عقبت ألمانيا وبالفوز عليها بنتيجة 2-1 ثم كان نصف النهائي اللي كتير اعتبره نهائي مبكر ونهائي يليق بفرقتين كبار جدا في البطولة إسبانيا فرنسا واستطاعت إسبانيا أنها تتجاوز عقبت فرنسا بالفوز 2-1 فمشوار إسبانيا مشوار محترم جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى المطعة وخصوصا بتكلم على منتخب شاب ترجمة نانسي قنقر